اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد ولا عشان بحبك هقول لك اكيد جون بيقول لاخو كلوة لو مش هتعتذر له على الاقل عرفني مكانه علشان اروح ارجعه تاني وان هو خدعه علشان يكسب وده مش صح فبيتدخل الرئيس اللي بيقول له احنا كنا بنناقش الموضوع ده لان كرابيكا ولييريو قدموا شكوه هم كمان وكرابيكا بيقول ان كرابيكا مكانش مظبوط وان اخوه عمله تنوين مغناطيسي وده السبب انه قتل الرجل العجوز بس الرئيس بيقول لهم ان كل ده تخمين وان ما فيش دليل عالكلام ده بس المتسابق ده بيقول لهم ان كمان كان فيه حدثتان غريبة زي مثلا قتال كرابيكا وهيسوكا وبيسأل كرابيكا علي هيسوكا قاله له قبل ما ينساهب على طول وجنب يسكدهم ويقول لهم مش مهم الكلام ده كله وان كلوه خلاص صقت وانه متأكد انه لو قدم المرة الجاية اكيد هينجح بس الاهم دلوقتي لو كان اخوه خلاه يقتل غزب عنه وهو من ايمه وانه لو تأكد من ده مش هتخليه شوف اخوه تاني بعد ما ينقذوا من بيت القتل اللي هو عايش فيه ده والرئيس بيقول لهم القرار نهائي بان كلوه صقت وكلهم نجح وبيكملوا المحاضرة بتاعتهم اللي بيشرحوا لهم فيها ان الكارت ده هو رخصة الصياد بتاعته وبيسمح لهم الكارت ده ان هما يدخلوا معظم البلاد والمناطق المحزورة في العالم وان هما ممكن يبقوها بفلوس كتير جدا بس لو ضاعت او تسرقت ملهاش بدل فائد عندهم وان واحد من كل خمس صيادين بيضيعوا الكارت في اول سنة ليهم وبعد المحاضرة بيروح جن لاخو كيلوه ويسألوا عن مكانه وكربا كاوليريو وهم كمان راحوا معاه وبيقول لهم انا هعرفكم المكان بس غالبا مش هتعرفوا تدخله اصلا لان كيلوه بيكون رجع البيت بتاعهم عالجبل اللي قلته عايش عليه وبيعرفهم اسم الجبل بس التلاتة ما بيبقوش عارفيني الجبل ده فين وبيقابلوا الصياد صاحبهم ده وبيكون في ايده تاب اللي بيقول لهم عليه لو عايزين تعرفوا اي حاجة ممكن تبحثوا عنه فجون بيقول له ممكن تبحث لي عن صياد اسمه جين فريكس اللي هو هو بس لما بيبحث عنه بيلاقي كل المعلومات اللي عنه سرية ومشرف المرحلة الاولى لما بيسمعهم بينادي على جوني وبيقعدوا يتكلموا سواه وبيقول له انه هو متخصص في ترميم القصار وانه سمع عن صياد بيعمل كده بس كان متميز اوي في شغله وانه شغل اللي عملوا بيتدرس في العالم كله وانه السياد ده يبقى ابو جوني وانه هو حاول يدور عليه بس مش قادر يوصله وبعدها بيروح التلاتة دول عشان يستخدموا كمبيوتر ويحددوا مكان الجبل اللي بيعرفوا انه هو في بلد تاني خالص بتبع التلات ايام بالمنطار وبيطلوب التذاكر علشان يروحوا على طول وبيوصلوا البلد وبيركبوا توبي السياحي عشان يوصلهم لان السياح بيعدوا يتفرجوا على بيت زولتك المشهور لانهم قتل معروفين جدا والمضيفة بتحكيلهم على الجبل وان القصر بتاعهم موجود عليه بس مفيش حد شافه قبل كده وفي الاخر بيوقفوا عند باب الجبل الكبير ده لان الجبل بيغباته اللي حوالي كله ملك للعيلة وفي اتنين بيبقوا عايزين يدخلوا جوه لانهم بيقولوا ان صورة العيلة بس تسوى مئة مليون وبيضربوا البواب وبياخدوا منه المفتاح بس اول ما بيدخلوا الناس كلها بتسمعهم وهم بيصوتوا والباب يتفتح ويد كبيرها بترميهم برا بس وهم هياك العظمية والسياح كلهم بيهربوا ويجروا بس هما بيعودوا مع البواب ويعرفوا ان هما اصدقاء كلوه وهو بيقولهم ان هو مبسوط جدا ان كلوه بقى لي اصحاب بس للأسف برضو مش هيقدر يخليهم يدخلوا وبيقولهم اديكوا شفتوا دراع الكلب بتاعهم اللي بيكون اسمه ميكي وان الكلب ده واخد اوامر انه هاجم اي حد يدخل وبيعرفهم ان المفتاح اللي معاها دون علشان الناس اللي عايزين يدخلوا بالعافية علشان ما يكسروش الباب وان البوابة الحقيقية مش مقفولة ولا حاجة وان هي الباب الحديد الكبير ده وان دي اسمها بوابة الاختبار واللي ماقدرش يفتحها مش هيعرف يدخل وبيوريهم بتفتح ازاي ومحتاجة مجهود قد ايه وان الباب بيقفل بعدها على طول والبوابة الاولى وزنها 2 طن واللي بعدها بتبقى ضعفة وبيعرفهم ان كلوا لما رجع قدر يفتح بوابات بوزن 16 طن فجوم بيقول له اديني المفتاح وان هجرب ادخل من عند باب الكلب بس البواب بيقول له لا انا مش هسمح انه اصدقاء كلوا يتاكلوا وبيتصل بخدم الاسر بالتليفون وجوم بيكلمهم بس ما بيردوش يخلوه يدخل برضو فجوم بيتدايق وبيبقى عايز يتسلك الباب بس البواب بيقول له خلاص انزل وانا هديك مفتاح الباب بتاع الكلب ميكي وانه هيدخل معاهم ممكن الكلب ما يهاجمهمش لانهم كده كده لو ماتوا اكيد برضو كيلوه هيقتله وبيدخلوا كلهم والبواب بينادي على الكلب اللي بيظهر وبيبقى ضخم جدا وجوم بيبقى خايف منه بس بيقول للبواب انه برضو مش هيمشي غير لما يشوف صاحبه كيلوه والبواب بياخدهم لمبنى علشان الوقت تتأخر ويقضوا الليلة هناك وبيقابلوا واحد جوا اللي بيقولهم انه موضوع مقابل الكيلوه ده صعب واستسليمه ويمشوا احسن والبواب بيقترح عليهم انه هم التلاته يتضربوا علشان يفتحوا البوابه سوا ولما بيوافقوا بيجيب لهم بتاع كده يلبسوها وزن الواحدة خمسين كيلو وانه هم كل ما يتعودوا عليها هيجيب لهم واحدة اتقل وبيعرفهم ان كل حاجة موجودة في البيت ده تقيلة جدا حتى باب الحمام ده عامل له واحده خمسمائة كيلو وبيبقى هو ده التدريب بتاعهم وهنا بيظهر كيلوه وهو متعلق وواضح ان هم بيعزبوه بس بيطلع ان اللي بيعزبو ده اخوه ودول كلهم اهله وبيعرف من اخوه انه جون بره ومامته بتقوله انا ما قلتلكش علشان مستحيل يعرف يفتح البوابه بس هو بيقول لها لا هينجح انه هم يفتح البوابه ويوصل لحد الاصر كمان والتلاته بيفضلوا يتضربوا علشان يقدروا يفتحوا البوابه حتى جون اليده مكسوره يتضرب بيد واحده وبينجح ان هم يحركوا جزء صغير من البوابه بس بيكونوا فرحجين جدا انها بدلت تتحرك وبيجربوا تاني بس جون بيبقى معاهم وبينجحوا اخيرا ان هم يفتحوا البوابه ويدخلوا جوه وبيسلموا على البوابه والخادم وبيكملوا طريقهم في الجبل بس بنسمع الخادم هم بيقول ان هم رايحين لموتهم بسبب الخادمة المتوحشة اللي جوه ولما بيكملوا طريقهم بتطلع لهم البنت دي اللي بتقولهم لازم يمشوا لان مش مسمح لهم ييجوا هنا وبتعمل فيها الالماني وبترسم خطة على الارض وبتقول لها هيعديه هعوره وفعلا اول جمه بيعديه بتضربه وهو بيوقف اصحابه ويقول لهم احنا مش جايين نتقاتل انا جاي اشوف صاحبي وبس وبيعدي الخط تاني وبتضربه تاني ولما بتلاقيه مسر بتفتكر كروا لما رجع من بره وانه قال له وهو داخل انه بقى عنده صديق وبنفضل كده لحد بالليل انه هو يعدي الخط وهي تضربه وفي الاخر بتعيط وتقول لهم ارجوكم ودخلوا وانكزوا كلوه بس فيه حد بيضربها وبتقعوا على الارض وبتظهر مامة كلوه وبتكون هي اللي ضربته وبتقول لهم ان نفير سلا من كلوه ليهم وانه هو مبسوط وانه هم هنا بس للاسف مش هيعرف يشوفهم دلوقت واليريو بيتطمن على الخادمة وبيلاقيها لسه عايشة وبنروح لكلوه واخوه تخين ده وهو بيعزبه وبيقول له انه هيئة الاصحاب دول بس كلوه بيقول له لو لمستهم انا اللي هقتله وبيدخل عليهم جدهم وبيقول لكلوه ان ابوه عايز يشوفه وبنعرف ان اخو كلوه تخين ده وهو عبكري في التكنولوجيا وهو بيتكلم مع جده ومامتهم لما بتعرف ان كلوه خرج من السجن بتجري على الاصر وهم ما بيقدروش يكملوا طريقهم علشان الخادمة هي اللي هتضرب وبتقول لهم تعالوا هواديكم المبنى الخدم هناك فيه تليفون متوصل بالاصر على طول وكلوه بيبقى قاعد مع باباقه وبيحكي له عن جن واللي حصل في الاختبار وابوه بيقول له ان دي اول مرة يقعدوا يتكلموا مع بعض فيها وانه اهله ربه علشان يبقى قاتل وهو رب كيلوه علشان يبقى قاتل هو كمان زيه بس لما كلوه مش المرة اللي فاتت اعرف انه مختلف عنه وليه شخصيته وبيقول له عيش حياتك زي ما انت عايز وانه هو دلوقتي حر بس وعدني وعد انك عمرك ما هتخونه صحابك وبيقابل مامته اللي بتقول له صحابك مشه ويلا ارجع زنزانتك بس هو بيقول لها لا وبيكمل في طريقه برا الاصل ولما بتروح لجزها بيقول لها ما تقلقيش هيرجع في يوم ويبقى القاتل اللي احنا عايزينه لان ده ابني وكيلوه بيوصل لمبنى الخدم وبيسأل على صحابه فالخادم بيقول له ان هم في الطريق لهنا وادخلوا استناهم بس لما بيوصلوا ويدخلوا كيلوه ما بيكونش جوه والخادم برضو بيقول لهم ان كيلوه في الطريق ويلا خش واستنونه بس لما بيدخلوا بيرفعوا عليهم اسلحة وبيقولوا لهم هنلعب لعبة ولو انتوا فشلتوا فيها مش هتشوفوا كيلوه واللعبة كتابرة على انهم يخمنوا العملة في انهي ييد وبينجح جوم في اللعبة في نفس الوقت اللي بيدخل عليهم كيلوه وبيخدهم ويمشوا بس الخادم بيقول لجون ان ياخد بالو منه وهم ماشيين كيلوه بيعرف ان جون داخل بتأشيرة سياحة ولما بيسألوا انت ما استخدمت الشخص الصياد ليه قالوا انا مش هستخدمها غير لما رجع القرص بتاع هسوكا ليه طبعا فاكرين ان هسوكا قالوا انا مش هاخده منك إلا ما تقدر تضربني وهنا كورابيكا بيقول لهم هسوكا قالوا ايه قبل ما يستسلم في قتالهم في الاختبار وطلع قالوا ان يعرف معلومات عن عصابة ريني جيويدان اللي قتلت اهله كلهم وانه مستني في مدينة يوركيشين اول شهر سبتمبر والمعدة فاضل عليه ست الشهور وان في الوقت ده بيكون هناك مزاد كبير والمزاد ده بتاع اصار وبضع ندرة وكنوز وبيكون فيه اكبر تجمع اموال في العالم والاكيد ان الاصابة مش هتفود مزاد زي ده وكورابيكا بيقول لهم ادام كلوا رجع يبقى مهمتي خلصة وانه هيروح يجمع الفلوس علشان يشترك في المزاد واليريو هو كمان هيروح يذاكر علشان يحقق حلمه ويبقى دكتور وبيتفق ان هما يتقابلوا يوم 1 سبتمبر في مدينة يوركيشين اللي فيها المزاد وكلوا بيقول لي جون ان هما لازم يتضربوا لو عايز يهزم هسوكا وهم في نفس الوقت مش معهم فلوس فبيقترح ان هما يروحوا مكان يتضربوا فيه ويكسبوا فلوسه نفس الوقت والمكان ده يبقى برج السماء ده موصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول